الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن يسوي بلانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو أنقى معاذيره لا تحذك به رسالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه من يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه من يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وطين من راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراطي وطين من راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من ملي يميا ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه السوجين الذكر والأمثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا إنا خلقنا الإنسانا نقفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سنعا بصيرا إنا أهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما أعتدنا للكافرين سلاسل وأغنالا وسعيرا إن الأبرار يشربون منها كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجر لها تفجيرا يوفون بالنفر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطيرا فوقاهم الله شغو ذلك اليوم ولقاهم لقوة وسورا وجزاءهم بما صبه جنة وحذيرا اتكئين فيها على الأرائك ما يرون فيها شمسا ولا زوه بيرا ودانية عليهم ظلالها وذلت طوفها تذليلا ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قغاريرا وغاليرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نظيما وملكا كبيرا على أن لهم ثياب سودس خطو وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الواجنة ويذرون وراءهم يوما تقينا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يتشاء 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 اشتركوا في القناة